كانوا متحجبات وش نوع الألبيسة اللي لبستوهم؟ ملابس تقليدية لغبدي شفاغي كانت هناك أسئلة شكولنا جنات تحكيم؟ عيدة عبابسة، رفيق بابو عمار سينيغري وحيدة قروج كانوا في جنات تحكيم يعني ممثلين وممثلات وملكة جمال وحيدة قروج وكانت كينة معهم وحدة متحجبة وكانت كينة أمينة منشيطة في الجزائرية قنات من القنوات الجزائرية يعني الوحيدة اللي كانت محجبة الوحيدة اللي كانت محجبة نوع الأسئلة اللي طلحوها لك؟ أسئلة ثقافية مثلا؟ كما أنا تقسوني كيفاش نقنع للجنة التحكيم باش نستاهل هاد اللقب كيفاش كان جوابك باش قنعتيهم؟ قنعتهم طريقة تاعي وش كان طريقتك؟ قدروا معرفوها طريقة؟ أو تدي وقت؟ كانت عن طريق إجاب راع وطريق استنسال في الكلام ما كانش غير الأسئلة على طريقة المشي على اللي باك اللي باك يكون محتشم ومسطور بملكة جمال حجاب حسنا عمرك خديجة؟ 25 سنة ما شاء الله والمستوى الدراسي؟ ما استرف الكيمياء ما شاء الله ما شاء الله هاد المسابقة في رأيك وش هتفتح لك باب وش هون الهدف من خلال مشاركتك في هاد المسابقة؟ ولا وعندي أهداف بزاف إن شاء الله هنشرف الجزائر في مسابقات عالمية خاصة بالمحجبات خاصة بالمحجبات إن شاء الله هنشرف المسابقات عالمية خاصة بالمسابقة جمال المحجبات؟ نعمال موكنس كاينة عند 2019 وتوجد باللقب تولسية